الدرس الخامس عشر صلاة المريض والمساثر والخائف نشاط من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن المشقة تجلس بالتجلب التيسير نبير معنا هذه القاعدة ونمثل عليها الصلاة وعماد الدين والرقم الثاني من أركان الإسلام أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في الصحة والمرض والإقامة والسفر والأمن والخوف وبما أن الإسلام دين سماحة ويسر من مقاصده رفع الحرج والمشقة عن الناس فقد خفف عن المرضى والمسافرين والخائفين وطلب منهم أن يصلوا قدر طاقتهم فكيف يصل أصحاب هذه الأعذار؟ أولا صلاة المريض لا تسقط الصلاة عن المريض مهما كان مرضه ما دام محتفظا بوعيه وإدراكه وللمريض حالات هي واحد من لا يستطيع القيامة يجوز له أن يصلي قاعدا وعليه أن يأتي بالرقوع والسجود ويجوز ذلك أيضا لمن يزيد القيامة في مرضه أو يؤخر عشفاءه اثنان من لا يستطيع الجلوسة له أن يصلي مضجعا فإن لم يستطع فعلى جنبه أو مستلقيا على ظهره ورجلاه نحو القبلة إن أمكن ويكون رقوعه وسجوده بالإيماء وذلك بتقريب وجهه من الأرض قدر ما يستطيع ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للرقوع ثلاثة من عجز عن ذلك أدى الصلاة إيماء بعينيه والدليل على جواز صلاة المريض قوله النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه ويجوز للمريض أن يجمع بين صلاطي الظهر والعصر وبين صلاطي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية ثانيا صلاة المسافر يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة الربعية فيصلي كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدلا من أربع ركعت ولا يجوز القصر في صلاطي الفجر والمغرب ويشترط لجواز القصر أن يكون المصلي قد بدأ في سفره وخرج من مكان إقابته وإذا اقتضى مسافر ممقيم أتم المسافر صلاطه وإذا اقتضى مقيم بمسافر صلى الإمام المسافر الرقعتين وسلم وأتم المقيم صلاطه كما رخص الإسلام للمسافر مهما كانت وسيلة صفره أن يجمع بين صلاطي الظهر والعصر والصلاطي المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى وجمع تأخير في وقت الثانية وفي الحالتين يصل الظهر قبل العصر والمغرب ويشترط لصحة الجمع والقصر أن يقطع المسافر مسافة تسمى صفرا في عرف الناس وعادتهم وقدر بعض العلماء ذلك بالنحو واحد وثمانون كيلو متر ثالثا صلاة الخائف تصلى في حال الخوف عند حضور العدو ولصلاة الخوف حالتان هما الحالة الأولى في حال الالتحام مع جيش العدو أو شدة الخوف منه وفي هذه الحالة يصل المسلم وهو ماشن أو وهو راكب في طائرته أو دبابته حسب حاله إلى القبلة إن تمكن وإلا فإلى أي جهة كانت الحالة الثانية في حال مواجهة العدو يجعل الإمام للجيش طائفتين طائفة تقوم باتجاه العدو تحرس جيش المسلمين والطائفة الأخرى تصلي معه رقعة فإذا قام الإمام إلى الرقعة الثانية نوت مفارقته وأتمت لنفسها وسلمت ثم تظهر اتجاه العدو للحراسة وتأتي الطائفة الأولى فتصلي مع الإمام الرقعة الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم والإمام ينتظرهم فإذا جلسوا وتشهدوا سلم بهم لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع أنه صلى صلاة الخوف وأن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه رقعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرقعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم إضاءة يعد استقبال القبرة من شروط صحة الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به إلا أن هذا الشرط يستثنى في حالة صلاة الخوف وفي صلاة النوافل في الصفر قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التقويم السؤال الأول أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة فيما يأتي واحد تسقط الصلاة عن المريض في حالة شدة مرضه خطأ اثنان يجوز للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء صح ثلاثة إذا اقتضى مسافر بمقيم أتم المسافر صلاته صح أربعة إذا جمع المسافر وجمع تأخيرا بين الظهر والعصر صلى العصر قبل الظهر خطأ خمسة يجوز للمسافر أن يكسر الصلاة في مكان أقامته إذا قصد الصفر خطأ السؤال الثاني أبين المقصودة بقصر الصلاة اختصار الصلاة الربعية رقعتين السؤال الثالث أوضح كيفية صلاة المريض يصلى المريض حسب استطاعته فأن استطاع القيام صلى قائما وأن لم يستطع القعود صلى على ظهره أو على جم ورجلاه إلى القبلة ويكون إيمائه في السجود أكثر من الرقوع السؤال الرابع أصف كيفية الصلاة في حالة الخوف الشديد يصلى المسلم في الخوف الشديد حسب استطاعته ماشيا أو راكبا ويتوجه إلى القبلة أن استطاع فإن لم يستطع توجه إلى أي جهة كانت السؤال الخامس أبين الحكم فيما يلي ألف صلى رجل الظهر قاعدا لعجزه عن القيام بسبب المرض يجوز با صلى مسافر المغرب والعشاء جمعا في وقت العشاء يجوز جيم صلى مسافر صلاة المغرب رقعتين لا يجوز هناك عدة صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيصل الإمام بطائفة من الطائفتين ركعة والطائفة الثانية تقف في مواجهة العدو ثم تنصرف الطائفة الأولى لتقف في مواجهة العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم الإمام وتكمل الطائفة الثانية الركعة الثانية ثم تذهب لتقف في مواجهة العدو بينما تأتي الطائفة الأولى لتكمل ركعتها الثانية ثم تسلم وهذه موافقة لظاهر الآيات والطريقة الثانية فهي أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين متواصلتين ويسلم ثم تتأخر هذه الطائفة لتقف في مواجهة العدو بينما تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعتين متواصلتين ويسلم فتكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين فتكون الركعتين الأوليين للإمام فرضا والركعتين الأخريين له نافلة والثالثة أن يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة ترجمة نانسي قنقر